وينضم إلينا من غزة عماد محسن الناطق الرسمي باسم التيار الإصلاحي لحركة فتح سيد عماد يعني بعد مفاوضات شاقة وأيام طويلة وبصعوبة بالغة تم إقرار هدنة هي ليست كالهدن يعني لا يتم الحديث فيها عن هدنة لمدة أربعة أيام بل ست ساعات طوال الأربعة أيام تقييمك في النهاية هذه حرب مشارسة وحرب مشاملة وحرب إبادة جماعية للأهل في قطاع غزة لم يبقوا شيء إلا ووصلت إليه الطائرات الحادية الإسرائيلية على مدى ما يزيد عن شهر ونصف الآن وبطبيعة أهاما كما هي ضراوة المعركة في المعيدان هي ضراوة أو وسخولة المعركة التفاوضية فيما يتعلق بإنجاز أو إتمام صفق التبادل الأسراء وبما في ذلك التهدي التي ستحصل ضمن معطيات يغاية في التعقيد سواء تعلق الأمر بشمال غزة وجنوبه أو آلية إدخال المساعدات أو تحليق الطائرات المسيرة أو طائرات المسح الجو على مدار السعف في قطاع غزة وبالإضافة إلى تلك تضايا تتعلق بنوعية وأسماء الذين سيفرج عنهم سواء من المحتجزين في غزة أو أصرانا بالسجل لاحتلال من النساء والموضوع ليس سهل الكل يفهم حتى تعقيدات ما يسمى بطرقلات القانون الإسرائيلي الذي يحدد موافقة القضاء ثم يحال الأمر للجمهور ثم القضاء ثم قرار العفو من الرئيس الإسرائيلي كل هذه العملية بالحضور الأمريكي والجهود المصرية والقطرية والمفاوضات على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كل هذا تكتل حاضرا في المشهد هل نتوقع الهدن التي لا تشبه كما تفضلت هل نتوقع أيضا في اختيار العناصر التي سيتم الإفراج عنها هل نتوقع نوع من أنواع يعني أخجل حتى من إطلاق لفظ النزاهة أو الشفافية في انتقائية هذه العناصر من قبل إسرائيل إسرائيل أودتنا على التوهم أن يكون لها بصمتها الصهيونية في كل مشهد يتعلق بآليات وشكل ومنهجية التعامل مع الشعب الفلسطيني سواء تتعلق الأمر باتفاقيات التسوية أو حتى في هدن إنسانية يتم التوسط بها عبر يعني قنوات عدة في هذا العالم وجهود وسطات عربية وإقليمية ودولية لكن مع كل ذلك يعني أظن أن إسرائيل معنية بمزيب الإفراج أو مزيب من الصفاقات لأن لديها أسراها الموجودين في قطاع غزة وهي تعلم علم اليقين أنه إذا ما أخلت بأي مما جرى الاتفاق عليه بين الخرفين فإن هذا سيبقى بظلاله على أي حدن قادم وعلى أي حدن قابلها وعلى أي صفاقات إنسانية يمكن أن تحدث في مدون الأسبوع القادمة ترجمة نانسي قنقر